موسيقى جولة اقتصادية جديدة والبداية بشأن المحلية حيث شهدت الأسواق المصرفية في اليمن استقراراً نسبياً للريال مقابل العملات الأجنبية التراوح سعر صرف الدولار ما بين 680 و 710 ريالات فيما تراوح سعر صرف الريال السعودي بين 180 و 190 ريالاً ياتي هذا بعد أيام من تدخل لجنة الاقتصادية والبنك المركزي بعداً باتخاذ مجموعة من الإجراءات التي أسفرت عن إيقاف النزيف الحاد الذي كان شهده الريال خلال الشهر الماضيين يشكو المواطنون في العاصمة صنعاء ومختلف محافظة الجمهورية من الارتفاع المستمر لأسعال المواد الغذائية والتموينية إلى مستويات خيالية رغم الانخفاض النسبي في أسعار الصرف وطالب المواطنون الجهة المختصة بضبط التجار المخالفين وإلزامهم بخفض الأسعار بما يسمح لهم بهامش ربح بسيط وعدم الاحتكار ومراعاة ظروف الأغلبية من المواطنين الذين يعانون ظروفاً اقتصادية صعبة نتيجة عدم مصادر الدخل وانقطع مرتبات الموظفين منذ أكثر من عامين شهدت أسواق الذهب المحلياً خفاضاً لأسعار المعدن الأصفر بعد الانخفاض الطفيف في أسعار العملات الأجنبية أمام الريال إذ بلغ عيار 21-24-150 ريالاً فيما وصل عيار 18 إلى 20-700 ريال بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 19-200 ريال إلى ذلك تراجعت أسعار الذهب في الأسواق العالمية إلى أدنى مسوياتها في أسبوع بعد أن استوعب المستثمرون النتائج انتخابات التجديد النصفية الأمريكية ليحولوا تركيزهم صوب قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي حيث وصل سعر الأوقية إلى 1-222 دولاراً و31 سنتاً قالت وزيرة التخديد المصرية أن اقتصاد بلادها حقق معدل نمو بنسبة 5.3% في الربع الأول من العام المالي الجاري 2018-2019 وهو أعلى معدل نمو سنوي في عشر سنوات ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي وفقاً لقانون الموازنة العامة وأوضحت الوزيرة أن قطاعات الغاز والاتصالات والتشييد والبناء وقناة السويس حققت أعلى نسبة مساهمة في هذا النمو المتحقق وتهدف مصر إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي قدره 5.8% في العام المالي الجاري 2018-2019 وأخيراً حذرت الولايات المتحدة الأمريكية جميع الموانئ وشركات التأمين العالمية من التعامل مع السفن الإيرانية التي وصفتها بأنها مسؤولية قانونية عائمة بعد إعادة فرض عقوبات أمريكية واسعة ضد إيران وتسعى واشنطن إلى إنهاء جميع مبيعات النفط الإيرانية وصادراتها الحيوية في محاولة للحد من التأثير الإيراني وتدخلاته في المنطقة